عمليات نوعية ومفاجئة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة وانهيارات وفرار جمعي في صفوف ميليشيات الحوثي على كل الجبهات قد لا تجد معها قادة تلك الميليشيات الانقلابية الايرانية فرصة للعودة الى طاولة المفاوضات التي طالما تعنتوا وما طلوا من اجل افشالها ويستمر زخام العمليات غربي محافظة تعز حيث تم تحرير مدرية الوازعية بعد ساعة من السيطرة على معسكر العمري الاستراتيجي على منطقة ذباب الساحلية المحررة ولم يكن الطريق الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع المملكة بعيدا عن سيطرة التحالف العربي ليحرر الجيش اليمني المسافة بين سوق البقع في صعدة ومنطقة اليتم بالجوف حوثيين في محافظة صعدة اصبحوا داخل الكماشة وبدأت تقترب قوات التحالف من تحرير المحافظة هناك ليس بغريب على ابناء صعدة ابناء القبائل في الوقوف مع الحكومة الشرعية كساير ابناء اليمن وباتجاه الحديدة تنطلق عملية عسكرية واسعة وخاطفة مع تقدم قوات التحالف العربي شمالا لتتمكن من السيطرة على مواقع استراتيجية وتقطع خطوط الامداد عن ميليشيات الحوثي بالساحل الغربي للبلاد والدعم يتواصل قوات سعودية الى محافظة ارخبيل سوقطرة بغرض التدريب والمساندة للقوات اليمنية ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة الشرعية وصول قوات سعودية الى جزيرة السوقطرة تتواجد هذه القوات لغرض التدريب والمساندة للقوات اليمنية والوحدات الامنية وصول انتهزه رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر للاشادة بجهود المملكة من اجل استعادة الدولة وعودة الشرعية مؤكدا ان التحالف العربي بقيادة المملكة هو صمام امان الامة العربية وسيبقى قويا متماسكا لحماية امنها واستقرارها مشددا على العمل مع التحالف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الايراني الذي يهدد امن اليمن والمنطقة العربية تحالف لا تقتصر اعماله على الجانب العسكري فقط بل تمتد لاعمال انسانية تشهدها ليس فقط المناطق المحرارة من اليمن بل وتلك التي تحت سيطرة الحوثيين والى جانب ذلك هناك العديد من المشروعات الاستراتيجية التي يباشرها التحالف العربي من تأهيل للموانئ ومشروعات لعادة الامار وضخ مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد اليمني لبرنامج هنا الرياض شهدي انور اشتركوا في القناة